اشتركوا في القناة وهو مبلغ 8 مليون جنيه وفقا للظروف النادي المالية كارتيرون طلب من معاوني تجهيز شرائط لمباراة المقاولون القادمة والمهاجم اللايبيري اوجستو الاوتو معروض على الزمالك للتعاقد معه في السيف المقبل واللاعب مع فريقه هو تانجا اللايبيري خلال 20 مباراة سجلت 19 هدف وصنع 3 أهداف لاعب الزمالك خضعوا لمسح اليون قبل مواجهة الزئاب والزمالك يواجه المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الخميس القادم